بركان جبل أسو على ارتفاع 3500 متر الأمر الذي دفع المنتزهين للفرار على عجل من هذا الموقع السياح الواقع جنوب غرب الأخربيل الياباني ويبلغ ارتفاع البركان 1592 مترا فوق مستوى سطح البحر وأدى إلى تطاير السخور بعد انفجار مذهل صورته كاميرات المراكبة إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابة وحذرت السلطات السكان والسياح من الاقتراب من البركان حيث تتصعد الغازات الساخنة والرماد وتتضحرك السخور على منحضرات الخضراء وأوضح مسؤولون محليون لوسائل إعلام يابانية أن السلطات تتحقق ما إذا كان ممارسه رياضة المشو محاصرين في حين أزارت اللقطات العشرات من المركبات والحافلات السياحية مركونة في مرآب للسيارات بمتحف قريب مطل على البركان وتضفقت سيول من الرماد من جبل أسو باتجاه المتحف لكنها لم تصل إلى الموقع وحذر أوزاكي المسؤول عن الهيئة اليابانية للأرصاد الجوية في مؤتمر صحفي من الصخور الكبيرة وتضفق الحمم البركانية وحذر أوزاكي أن الحذر مطلوب حتى في المناطق البعيدة لأن الرياح لا تحمل الرماد فحسب بل الحجارة أيضا كما نبه إلى احتمال وجود غازات سامة ربنا يستر ويسلم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة